الله عتقى عندك ايه سبحان الله كده او لقال لسه عنده مشكلة في المواجب المواجب الاخمتسعة الاهلي لو بيترجم الفرص مش هيبقى عنده مشكلة في حاجة لان العدد كمية الفرص اللي بتيجي للاطراف والناس اللي في الملعب كتيرة جد صح كتيرة وسهلة يعني فرص مش محتاجة غني انت بقى مركز فلو ده حصل انت نفسك مش هتحس بالقلق ده ايوه بس انا حس بي لا انا كنادي اهلي عايز طبعا لا لا انا بيكلم عالكيان صح اه طبعا لاني محتاج مهاجم لا طبعا لسه عديك مثلا مثلا بمانشستر سيتي راجل عنده جيسوس بيلعب بس مش هو المهاجم اللي مريح ورغم ان المانشستر سيدي عمالي يجيب في جوان كتير هاوي راح اجيب هلند يعني بالظلط في الاول الاخر حتى لو بسجل الاهداف انا عايز مهاجم انت بتجيب قيمتك قيمت النادي صحي قيمة انت قيمة النادي الاهلي ان انا اجيب احسن مهاجم في افريق صحي كده صح هل ده موجود لا يبقى عندنا مشكلة يبقى ندور عليه يبقى حتى لو مدين هيبقى اعلى شوية متقبلين جدا كانالي اهلي كجمهور اهلي بس حتى الرقم اللي خده مودست مثلا ده رقم لم يلقى قبولا جماهرين يعني هيتقال رقم كبير مودست لو اتقال رقم كبير يبقى هيتقال ببناء عالى ان انا شفت فبدأت اقولي الرقم كبير انما لو انا شايف ان الرقم ده داني ناتيك فيلافيو مش هعطرت صح صح دايما زي ما انت بتقولي باللغة العامية بتاعتني الحاجة تمنها فيها ايوة لو انت حسيت بدا ما ظنش ان انت هتعطرت يعني هتبقى قابل وتبقى بالعكس تبقى مبسوط جدا لان في وقت ملقوات بتيكتكلم في اندية لا ما تدي اللعيب اللي هو عايزه ليه لانه هو مؤثر بتقدرش تتكلم عليه في حاجة طرمه هو العيب مؤثر ومهم طي خلاص المشاركات القليلة اللي شاركها مودست حتى الان اديتك انتباعات ولا لسه مدير محطرتش انتباعات بديان انتباعات انها مش جاهز خالص مش جاهز اه وانت خلي بالك المشكلة الستايل بتاع اللعيب بيفرق في ناس بيبان عليها قوي يعني لما تبقى طويل زيادة عن لزوم لما يبقى عندك مشكلة في البن والمرونة ما ببانش فيها لما اللعيب ميبقى طويل بيبان هو حالته البدنية من من يوم ما كنا مع بعض هنا وانا بقولك ان انا حاسه مش جاهز خالص بدني مش جاهز لا بس هو واضح انه هو كمان مش مهاجم مساحية مش مهاجم اللي هو جال يديده سراته يجري هو مهاجم صندوق حتى هو في اوروبا كان بيلعب كده هو في اوروبا كده هو كان في اوروبا ديني عرضياته اشتغل يعني والله يعني حتى العرضيات اللي جات برضه بزكاء يعني انا بشوفه ان هو لسه انا دايما انا بقسنا بربط دايما لو انا مش جاهز بدني فهيبقى اكيد عندي مشكلة تكتكية وفنية طبعا طبطين ببعض ارتباط كامل وفترة اللي هو برضه ما كانش بيلعبها فترة طويلة دي ممكن تكون مأثرة عليه فاكيد هياخد وقت ده اللي انا بشوف فعشان كده ما بحبش احكم ما بحب استنى لأطول وقت ولكن المؤشرات لحد الوقت لا مش افضل حياة طيب استغربت النهارة من الرضا سليم مش في التشكيل الاساسية رغم ان هو طالد جدا في مباراة الزهب طبعا اه بس هو عشان هو اللي انا شفته بيقول ان هو بيحضر للي جاي اه اكثر من مباراة النهاردة اه انا محسيتش خالص يعني مباراة النهاردة هتعدي ده وجهة نظره يعني او ده الاراية اللي هو قريه فكان هو بيحضر للي جاي انا عندي اللي جاي هي بقى محتاج مساحات محتاجت اه مساحة جارية كتيرة ممكن يبقى فيها جارية كتير فانا مش محتاجة جازف برضا خالص ده السيناريو اللي انا ماروش بالنسبالي مفر تاني عشان كده مجازفش برضا ولا امام عشور حال اه يحاول على قد ما يقدر يأمن بالاتنين المهمين جدا ليه في الاختراقات في الحتة دي في الموطش اللي جاي